بعد صدور مرسوم النمري بحل مجلس الأمة الكويتي قبل نحو أسبوعين ملامح الخريط الزمنية للعمليات الانتخابية بدأت تتشكل حيث حددت الحكومة الكويتية الرابع من أبريل المقبل موعدا لإجراء انتخابات مجلس الأمة يذكر أن الأسبوع الماضي شهد صدور مرسوم النص على وقف العمل بأحكام قانوني مفوضية الانتخابات مؤقتا حتى الأول من أكتوبر المقبل من الكويتي أنضم إلينا المحلل السياسي جابر باقر سيد جابر أهلا وسهلا بك معي الآن هذه الانتخابات يعول عليها الكثير لكن هل يمكن بالفعل أن تطوي صفحة الأزمات النيابية بعد الانتخابات مساء الخير أستاذ خالد صحيح قد تكون هذه قفزة نوعية في الحياة البرلمانية القادمة نحن شاهدنا الانتخابات التي فاتت في 23 وكذلك انتخابات التي جريت في 29 و9 و22 تقريبا هي أفرزت نفس الشرائح لم تتغير قد تكون هذه الانتخابات فيها تغيير قد يصل ما بين 55% إلى 50% كحد أقصى في التغيير وقد يفوق هذا إلى 60% وهذا طبيعي كردة فعل من الشارع الكويتي والناخب الكويتي لماذا أنت متفاعل لهذه الدرجة؟ القوانين وسن القوانين أنت تعرف أن الدوار الانتخابية لم تتغير عدد المرشحين عشرة لكل دائرة نفس الوضع تركيب القبلية والعائلية والطائفية هي التي تلعب دائما دورا في فوز مرشح عن آخر بالإضافة إلى حالة الصراع المعروفة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في كل انتخابات أنا أعتقد في المرحلة القادمة الأجواء ستتغير بقدوم بعض الشرائح والنماذج نماذج الأعضاء القادمين قد يذهبون للهدوء أكثر خلني أقول لك شغلة الآن في أي انتخابات في العالم سواء برلمانية أو حتى الرئاسية دائما هناك الشرائح أو الاتجاهات مثلا إحنا نتكلم عن الكويت مثلا كحالتنا كقبيلة كعائلة إلى آخر يعني هذا البعد إحنا نستخدمه ولكن إحنا في أي انتخابات في العالم خلنا نسلط الضوء على ما يسمى الأغلبية الصامتة وهم يشكلون 65% من الناخب ليس في الكويت بل في العالم أنا اليوم أتكلم لك كمراقب منذ 33 سنة أو 34 سنة منذ سنة 90 وأنا في العمل الانتخابي ومرت عليه كثير من المجالس وشرائح كثيرة من العضاء أعتقد في التغيير القادم نحن ذاهبون للتهدئة أو خلنا الشد السياسي ما بين السلطة التنفيذية والتشريعية نحن في عهد جديد عهد جديد سياسي إذن أعتقد حتى إفرازات المجلس ستكون إفرازات جيدة سيذهبون للهدوء يعني النماذج القادمة والصناديق يعني راح تطلع بعض من كانوا هم أعضاء سابقين لديهم خبرة في موضوع حتى التهديع إلى آخر لكن المجلس 22 و23 كانوا وجهان لعملة واحدة فما تغير الأمر لكن أنا متفائل وإن شاء الله يعني أن القادم سيكون أفضل بسبب ظروف الانتخابات المتغيرة لا ننسى أن هذه ما تعتبر حالة استثنائية كانت هناك انتخابات أخرى في 2013 كانت في رمضان تجرى يعني في سبعة سبعة 2013 أجريت انتخابات خلال شهر رمضان الكريم فهذا الأمر طبيعي بالنسبة لنا والناخب سيذهب في النهاية لأننا نتكلم أن انتخابات ستكون في 25 رمضان إذن يعني تكون الأمور طخت شوية أنا أقصد التواصل الاجتماعي أنت عارف أن الكويت يعني تقول أن الأغلبية الصامتة ربما هي التي ستكون مؤثرة في المشهد الانتخابي هذه المرة في الكويت طب حجمها درجة توعيها إلى أي مدى يمكن أن تغيص حقيقة من برلمان يكون بعيدا عن الذهاب إلى مسألة قد تعد إلى أزمات جديدة دعنا نتكلم عن المزاج العام للناخب في يوم الانتخاب هي البوصلة التي تقودنا إلى نجاح بعض المرشحين الآن موضوع التهدئة مطلوب ليس التهدئة معناتها أن لا أستخدم أنا أدواتي الدستورية من استجواب أو مساءلة الوزير أو إلى آخر مثلا أو اقتراح أنا كنائب اليوم لما أشرع وسن قوانين أحتاج جل من القوانين التي أنا أقتراحها سواء اقتراح برغبة أو اقتراح بقانون كذلك الحكومة لازم تبدي كطرف آخر بمشاريع القوانين التي تتقدم فيها التي تخص مصلاحة الفرد الآن الأعضاء السابقين كانوا يعني أعطوا وعود لناخبينهم بل للشعب بأكمله أن ستكون هناك تحسين مستوى المعيشة والزيادات المالية ولم يذهبوا لهذا الاتجاه البعض منهم أجل إلى خمسة مارس ولكن سمو الأمير كانت كلمتها هي العليا في حل مجلس الأمة والعودة إلى صناديق الاقتراح ومن ثم أعتقد أننا أمام مفترق طريق قادم ولكن متفاعلنا شكرا جزيلا لك جابر باقر المحلل السياسي من الكويت شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك